من المهم معرفة عدد دقات القلب الطبيعي لدى المرأة وهذا لمعرفته ما إذا كانت تعاني من مشكلة صحية أم لا لأن معدل ضربات القلب يشير إلى مدى كفاءة القلب على دخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم كما قد يشير إلى احتمالية وجود أمراض قلبية فما هو معدل ضربات القلب الطبيعي للنساء؟ قلب المرأة أصغر وأخف وزنا من قلب الرجل كما أن كمية الدم التي يدخوها في كل نبضة أقل بحوالي 10% من قلب الرجل ويختلف المعدل الطبيعي للنبضة أو القباضات القلب باختلاف العمر أو باختلاف الحالة الجسمانية أو باختلاف الحالة الصحية للقلب كما أنه يختلف أيضا باختلاف وضعية شخص بمعنى أنه إذا كان هذا الشخص في حالة حركة فإن معدلات النبضات الطبيعية يختلف عن ما إذا كان في حالة سكون مثل أن يكون جالسا ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي عند النساء من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة الواحدة وهناك بعض المؤثرات التي تؤثر بشكل كبير في معدل ضربات القلب على سبيل المثال استخدام بعض الأدوية وحتى أن حالة التقس تؤثر على معدل ضربات القلب كما أن الحالة النفسية للإنسان تؤثر بشكل كبير على معدل هذه النبضات فالإنسان الطبيعي تختلف نبضاته عن الإنسان الذي يشعر بالخوف وإذا قمت بمتابعة نبضات قلبك وهل معدل ضربات القلب الطبيعي في مستوياته الطبيعية حقا فيساعدك ذلك بشكل كبير على اكتشاف مشاكلك الصحية في مراحل مبكرة كما ستحدد أسباب ظهور بعض الأعراض المرتبطة ببعض الأمراض ويمكن التأكد من عدد ضربات القلب لدى الشخص سواء كانت طبيعية أم لا عن طريق قياس النبض بمناطق عدة في الجسم مثل الرقبة والمعسم وأعلى القدم ويمكنك قياس النبض بالمعسم عن طريق ما يأتي أولا ضع أسبوعك الأوسط والسباب على معسمك ثانيا اضغط على المنطقة برفق حتى تشعر بالنبض بشكل جيد ثالثا ضع مؤقتك وابدأ بعد النبضات لمدة دقيقة أو نصف دقيقة ثم ضاعف العدد إذا شعرت بالضطراب متكرر في الضربات راجع الطبيب لتحديد المشكلة في النهاية لتفادي مشاكل القلب يمكن اتباع الإرشادات الصحية الآتية أولا تناول الأكل الصحي الخالي من الكوليسترول ثانيا الحفاظ على الوزن المثالي المناسب لعمر السيدة ثالثا الابتعاد عن التدخين والكحول رابعا عدم بذل جهد كبير وشاق خامسا التقليل من التوتر والقلق اشتركوا في القناة